حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض كيف نعرف البرنتر HB Smart Tank 720 بالكمبيوتر أو اللابتوب مرة باستخدام الكابل USB و مرة باستخدام راوتر Wi-Fi و مرة باستخدام خاصية اتصال المباشر و خاصية الاتصال المباشر دي بدون راوتر Wi-Fi ولا كابل USB و عشان ما اطولش عليكم يلا نروح للفكرة الأولى وهي خطوة تعريف البرنتر باستخدام الكابل USB فيلا نروح لجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب و نتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بنا مبدئيا كده يا جماعة انا سيجب لكم رابط تحت فيديو في صندوق الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعليق لمجرد ان اطلاق عليه هيبدأ يحولك لصفحة HB الرسمية عشان نقدر نحمل تعريف البرنتر و هيفتح لك بالشكل ده هنزلتحت شوية كده تمام شوية كمان لحد ما يجي لك البرنامج وبرامج التشغيل الكامل اهو ده ضغط واحدة عليه كده ثم هنختار تنزيل اللي هو دي هو دي كده نضغط على تنزيل ثم هيبدأ في تحميل التعريف بالكامل و ننتظر لحد ما يتعرب بالكامل عشان نتبع باقي الخطوات و دلوقتي بعد ما حملنا التعريف بالكامل هنقفل الصفحة دي مش محتاجنا في اي حاجة و هنروح على زيس بي سي او ماي كمبيوتر اللي عندنا في سطح المكتب وبعد كده نروح على داونودز او التنزيلات هتلاقي التعريف نزلنا بالشكل ده كليك كلمين عليها عادي جدا كده و نختار Open و دلوقتي بيبدأ يفوق ضغط التعريف و ننتظر لحد ما توصل مية في المية بعد كده هنختار جيس بعد كده فتحلك التعريف زي ما انت شايفين كده هنمشي خطوات واحدة واحدة مع بعض عشان نقدر نثبتها بكل رسولة و طبعا لازر تأكد في الخطوات دي ان اللابتوب او الكمبيوتر اللي انت هتعرف على دي برنتر بتوصل فيه خدمة الانترنت عشان بس فيه بعض الخطوات هتحتاج خدمة الانترنت بعد كده هيجي لك الخطوة دي هنختار متابعة بعد كده هيجي للك الخطوة دي بيقول لك هل تريد المساعدة في تحسين برامج عن طريق مشاركة بيانية استخدام الطبعة حاجة كده زي قراءة فانا في الحالة دي هختار لا بعد كده ظهر لك هنا بيقول لك ان فيه برنتر اللي قاها في الشبكة تمام؟ البرنتر دي اللي احنا عرفناه في الحلقة اللي فاتت باستخدام الراوتر واي فاي لو انت ضغطت على المتابعة فانت دلوقتي البرنتر دي هتعرف بالراوتر واي فاي لكن انت دلوقتي عايز اعرفها بالكابل يو اس بي بعد كده نرجع نعرفها من الراوتر واي فاي في الحلقة دي هختار اتباع غير معروضة بالطريقة دي ثم هنختار متابعة مرة اخرى ثم هنختار كابل يو اس بي اه الاختيار التاني ده ونختار متابعة وفي الخطوة دي بيطلق منك انك تركب الكابل يو اس بي الواصل ما بين البرنتر والكمبيوتر او هنكيبه بالطريقة دي كده او في الخطوة دي شريح لك بقى ازاي تركب الكابل في مدخل في البرنتر زي بتعلمنا ومدخل تاني في الكمبيوتر او زي ما انت شايفين لقى البرنتر وبيقول لك هاي التطابع متصلة بالكمبيوتر باستخدام يو اس بي في الحلقة دي هنختار متابعة هيجي لك القائمة دي هنعدل مساحة هنا كده ونختار اكسبت ثم نختار نو سانكيس هنختار نو سانكيس مرة اخرى هنختار نو سانكيس وهنا بيقول لك جاري التثبيت برامج التجهيل طبعا ده من ضمنها التعريف البرنتر والتعريف الديسكانر او المسح الضوئي وده اللي هنتعلم ازاي نستخدم المسح الضوئي في الحلقة اللي جاية بازن الله لكن الحلقة دي هنعرف البرنتر مرة بالكهب اليوسي بي ومرة من خلال الراوتر الوي فاي ودلقتش وبيوضح لك انه انتهام الخطوة الاولى والخطوة الثانية وداخل على الخطوة الثالثة او زلو انت شايفين النقطة او البوينت ديت رايحة على الخطوة الثالثة وانا بيقول لك ايه؟ سطب كومبليت يعني التثبيت التعريف اكتمل هنختار فنش وبكده اتعلمنا ازاي نسبة التعريف البرنتر باستخدام الكاب اليوسي بي ودلوقتي وصلنا مع بعض الفكرة الثانية وهي خطوة تثبيت التعريف البرنتر باستخدام الراوتر الوي فاي فلازم قبل ان نتخذ في التثبيت التعريف البرنتر يكون عندك علم ان البرنتر دي فيها خاصيتين لتثبيت التعريف لاسلكيا اول حاجة وهي خاصية اتباع من خلال الراوتر واي فاي دي لازم يكون في راوتر عشان تقدر تثبت التعريف ونطبع من خلاله ودي عرفناه الحلقة اللي فاتت ازاي نثبت التعريف ده من الموبايل والخاصية الثانية ولا بتحتاج راوتر واي فاي ولا كابل لأسي بي بس قبل ما ندخل في اي خطوات لازم تختار ما بينهم يعني لعرفي راوتر واي فاي لااتصال مباشر لا يمكنك ان استخدام الخاصيتين ان خلال نظام الTim سوف نختبع بالخطوات نختار التعريف اللي موجود في التعريفاتEr". عامة. هنفطه عادي جدا. بعد جدا هنختار. طبعا هنتبع نفس الخطوات بالزبط. بس بدلا ما نختار من الكابل اليو سي بي. هنختار من خلال الراوتر الواي فاي. وممكن كمان تظهر لنا الخطوة اللي هي ظهرت لنا آآ فيها البرنتر دي لقاها في الشبكة. هي ولأ. فلو ظهرت لنا فهي هتأثر علينا خطوات كتير قوي. بعد كده هنختار متابعة. بعد كده زي ما عرفنا في الخطوات اللي فاتت هنختار ليه? او بيقول لك دلوقتي تم العصور على الطابعة. او ما تلاقي رقم الاي بي ده اللي هو 192.168. اه كده معناه ان هذا البرنتر دي هتتوصل من خلال الراوتر الواي فاي. حتى هتلاحز مكتوبنا ايه? هذي الطابعة متصلة باحدة الشبكات. يعني هي دلوقتي بتعرفها بالشبكة ده الراوتر الواي فاي. في الحالة دي هنختار متابعة. هيقبلك بعد كده الخطوة دي سيبها ما تعملش اي حاجة لحد ما تنتهي. وطبعا لازم قبل ما تعرف البرنتر عن طريق الراوتر الواي فاي. تأكد ان اللابتوب او الكمبيوتر اللي انت هتعرف منه البرنتر انه متوصل على نفس الشبكة. يعني دلوقتي البرنتر لازم بتوصل على نفس الشبكة ديت. شايفين الاتاحة دي اللي مكتوب عليها دايريكت اتش بي سمارت تانكي سبعمائة وسبعمائة عشرين. دي ازاي توصلها دايريكت بدون كابل يوسي بي وبدون راوتر واي فاي. فدي هتبقى الفقرة التالتة بازن الناهرده. اهو زي ما نشايفين خلطنا الخطوة الاولى والخطوة التانية وداخلنا على الخطوة التالتة. اللي يتعتبر شبه انت هنا من تثبيت التعريف. تنتظر لحد ما الزرقة دي توصل لرقم ثلاثة. كده انت هنا من التعريف ان شاء الله. واول ما تظهر لك الخطوة دي معناه ان البرنتر التي تعرفت من خلال الراوتر واي فاي بنجاح. هنختار. وبعد كده هيجي لك الخطوة دي. هنعمل صحي كده ونختار. ثم نختار. ثم نختار. نو سانكيز. نو سانكيز. اول حاجة هنعملها. هنثبت صبعا على الزرور الاي ده. هذا الزرور ده لمدة ثلاثة ثوانية. اهي كده. لحد ما اللمبة الزرور اللي جنبه ده ينور اخضر. بعد كده الزرور الاخضر زي الانور ده. والزرور الاي. هنتكع عليهم مع بعض. اهي. بالطريقة دي كده. هيبدأ يطبع لنا دلوتي ثلاثة اوراق. يهمنا بس الورقة الاولى. او زمن شايفين لو ده نزلنا على اختيار اسمه واي فاي داريكت. مكتوب هنا ايه؟ واي فاي داريكت بسورد. اهو دي كلمة المرور اللي احنا هنكتبها في اختيار اللي هزرنا في اللابتوب. وده اسم الشبكة اللي احنا هنلاقيه في اللابتوب برد. يعني اسم الشبكة. ونبدأ ندخل هذا البسورد. والبسورد المتغير من برنتر لبرنتر تاني. مش كل واحد. فا دلوقتي هنروح لللابتوب. ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض. فا اول حاجة هنعملها. هنروح على الشبكة عندنا. اللي موجودة في اللابتوب بقصدي. تمام? ونختار Direct HP Smart Tank 710-720. ونختار Connect. ونبدأ نكتب البسورد اللي احنا طبعناه من البرنتر. اللي هو موجود في الورقة. وطبع هذا البسورد مختلف من برنتر لبرنتر تاني. مش كل البسوردات واحدة. بعد ما كتبنا كلمة المرور هنختار Next. ونختار Yes. هننتظر لحد ما هي تقولك تم التوصيد. مع العلم انها هي تقولك تم التوصيد بس مش هبقى فيه خدمة الانترنت. يعني عندما تكتبع هتختار الشفكة دي اول حاجة. بعد ما تثبت التعليف ان شاء الله هنختار الشفكة دي اول حاجة. وبعد كده هتبدأ تطبع. ولا هتحتاج انك توصلها بالروتر ولا بالكابل USB. او كما ترى بيقولك نو انترنت. احنا عارفين كده ما فيه خدم انترنت. هنبدأ نرجع تاني للتعريف. هيا نختار عادي جدا كده. وننتابع نفس الخطوات بالذات ما فيهش اي خطوة جديدة. هو بس الفرق اللي ممكن تلاحظه ان رقم IP متغير. بعد كده هنختار متابعة. بعد كده هنختار لا. بعد كده هتظهر لك البرنتر دي. طبعا هي دي الاتصال المباشر. يعني اللي هي متوصلة بالروتر لاي فاي. هتجد الاي بي ده متغير من الاتصال المباشر والروتر لاي فاي. فتابع معي للنهاية عشان تقدر تفرق انت بتطبع من الروتر لاي فاي ولا الاتصال المباشر. هنختار متابعة عادي جدا. طبعا الخطوات اللي هتقابلك دي قابلتنا قبل كده فعادي جدا. انتهنا من الخطوة الثانية. داخل على الخطوة الثالثة. حاجات عادية تعلمناها في الفكراتين اللي فياتوا. بعد كده سيجد لك الخطوة اللي قدامك دي. هتختار Disable HP ونختار نيكس. بعد كده سيجد لك الخطوة دي. هنختار done. وانا بيقول لك ساتب اس complete. خلصنا خاصية الاتصال المباشر. هنختار finish. هنعلم صح على الاختيار له. ونختار accept. هنختار no sanctions. no sanctions. no sanctions. وبكده سبتنا تعريف البرنتر باستيادام خاصية الاتصال المباشر. بكل سهولة. نختار finish. ودلوقتي بعد ما خلصنا كل حاجة. انا بفضل انك تعمل الكمبيوتر او اللابتوب ده. اعدي التشغيل. في الله بينا نعمل اعدي التشغيل. واقابلكم بعدها. دلوقتي البرنتر احنا عرفناه تلات مرة. مرة كاب. مرة من الاتصال المباشر. مرة من خلال الراوتر واي فاي. عايز افرق ما بينهم بحيث لما يجي اطبع. ابقى عارف انا بطبع من اني. اعرف ليهم. هنروع على control بقنات اللي موجودة في سطح المكتب. ولو ما لا اتهاش في سطح المكتب. ممكن تعمل بحيث عليها. هنختارها عادي جدا كده. ونختار devices and printers. هتلاقي البرنتر هي مرتين. شايفين اللي مكتوب ده. يبقى هي ده اللي من خلال الراوتر واي فاي او الاتصال المباشر. وشايفين اللي مكتوب عليها series D. مفهاش نيتورك خالص. يبقى ده اللي من الكابل اليو اس بي. عاوزين نتأكد اكتر. كلية كلمين على اللي هي مفهاش نيتورك ده. ونختار printer properties. ونختار portes. هتلاقي هنا مكتوب اي صح؟ يو اس بي. يبقى ده من خلال الكابل اليو اس بي. هنرجع عن جنرال كده. ونمسح الكلام اللي بالأزرق ده. ونكتب من خلال الكابل اي. بالطريقة ده كده. ونختار او كي. وده هنحوزها تبقى من الراوتر. كليك كلمين على عادي جدا كده. ونختار printer properties. وشايفين الكلام اللي بالأزرق ده. هنمسحه ونكتب من خلال الراوتر. او من خلال الشبكة عادي. زي ما انت عايز اذا كان انت هتعرفها من الراوتر او هتعرفها من الاتصال المباشر. ونختار او كي. طبعا البرنترات ده لما ديكتب تعرف بتبقى نوع الورق او حجم الورق مش مزبوط. فاعدين نضبطها. كليك كلمين على اي واحدة فيهم كده. ونختار printing بريفرانسيس. اللي هي خصائص البرنتر. هيظهر لك الخطوات دي كلها. هنروح على paper quality. والpaper size دي نختارها ونخليها اي فور. اهي بيترها دي كده. تماما. هنا هتلاقي كده اختار اسمه paper type. اللي هو نوع الورق. نوع الورق اللي احنا بنطبع عليه بتاع المدارس ده نوع اسمه plant paper. هي متحددة اوتوماتيك على plant paper. افرد دلوقتي عايز اطبع على ورق لامة او glossy. ضغطة واحدة على الاختيار له. ونختار HP photo paper. اهو. اهو ده. او ممكن تختار اختيار اين اسمه. HP glossy brochure or professional paper. ده او ده. تماما. ده كده الورق الليمة. وده الورق الليمة. بتختاره معادي جدا. تماما. وانا بيقول لك print in gray skill. يعني انت ممكن تطبع بالتدبيج الرمادي. حاجة كده شبيهة للقابل السود. هي ما فعلها على off. ثم هي معمولة off كده. ويبقى انت بتطبع بالاسود والالوان عادي جدا. اي حاجة هتتبع عليك اسود والالوان. لو ضغطت كده وخليتها high quality gray skill. هيبص الورق هنا تتحولت لتدريج رمادي. لما كانت off. هيبص تتألوان واسود مع بعض. لما خلينا. اي بقيت. الالوان اختفت. وبقيت تدريج رمادي. لو ضغطت كده واختارنا black ink only. هتبقى او دوسود فقط. حاجة اتقل من الجري سكيل. فانا بسيبع على off. دي حاجة بتحت انا. عايز اتبع لوقت. افر دلوقتي احاوز اطبع على الوجين. هنرجع على print short cuts. زي ما شايفنا مكتوب print on post side. هو ده الاختيار بتاع اتباعه على الوجين. لو ضغطت كده. هيظهر لك اختيارين. هنختار او الاختيار مكتوب عليه. فليب اون long edge. اهو كده. كده انت هتبع على الوجين. لو انت مش هتبع على الوجين. دخط واحد هنا. ونخليها نن. كده بقيت لغينا خاصية على الوجين. افرد دلوقتي عايز اطبع على جودة عالية. high resolution. مكتوب هنا print quality. مكتوب normal. نورمل هذا هو الطبيعي او كياسي. لو ضغطتنا هنا سيجد او اقل حاجة. والبست اللي هو اعلى حاجة في الجودة. طبعا لو اختارت بست فانت البرنت رح تبقى معك بس هتطلق جودة جدا. فانا لو بطبع مستناديات سنخليها عن normal. تمام كده مكتوب هنا borderless. تمام? ومكتوب off. لو ضغطت كده هيظهر لك on and off. ايه بوردرلست دي? بوردرلست دي اللي هي حاوف الورقة. يعني اللي تطبع لك صورة على الورقة بالكامل. لو انت خليت اقف كده. فانت هتسيب برواز ابيض حوالي الورقة. لو خليت اقون. فالصورة دي هتبقى اغدى الورقة بالكامل. مش هتسيب حواف نهاية. فانا اخليها اقف عشان مش محتاج الخاصية دي. اه زبطنا كل حاجة احنا عايزنا خلاص. ما ننساش نعمل. اوكي. وبكده ثبتنا تعريف البرنتر مرة باستخدام الكابل يوسي بي. ومرة باستخدام الراوطر واي فاي. ومرة باستخدام خاصية الاتصال المباشر. انتظرون في الفيديو اللي جاي. هنتعلم ازاي نستخدم الاسكنر او الماسح الدول. وبكده انتهينا من موضوع. حتى النهاردة اتمنى ان اعجبكم. اتمنى ان الموضوع كان اعجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات. كان معكم احمد السيد. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.